أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قل الشيء الذي ذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قول الله تبارك وتعالى في خاتمتها فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله لماذا ختمت الآية بالقدرة ولم تختم بالمغفرة والرحمة لماذا ختمت الآية غالبا عندما تأتي مثل هذه الآيات يقول والله عش يعني فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم لماذا ختمت بالقدرة ولم تختم بالرحمة أو بالعقوبة التي أشير إليها في هذه الآية والجواب أن المحاسبة أن المحاسبة إنما تكون بعد البعث أي بعد بعث الناس لا يحاسب الناس إلا بعد موتهم ثم بعثهم والبعث يدل على القدرة والبعث يدل على القدرة وهناك وهذا هو يعني الأقرب وهناك تخريج آخر وهو أن نقول أن الآية لو ختمت بالرحمة وفيها التعذيب لم يكن هناك تناسب ولو ختمت بما يقتضي التعذيب وفيها مغفرة لم يكن هناك تناسب والقدرة تناسب كلا الأمرين فالمغفرة والتعذيب لا يكون إلا عن قدرة لا يكون إلا عن قدرة ثم قال الله تبارك وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون ورد في هذه الآيتين جملة من الفضائل وهي معروفة بحمد الله تبارك وتعالى منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم المكفي فدل على العموم وقال أبو بكر النقاش معنى كفتاه أي كفتاه عن قيام الليل والأولى إبقائها على عمومها وجاء في الحديث الصحيح كذلك قال أُعطي النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا صلوات الخمس وأُعطي خواتيم سورة البقرة التي هي آتان الآيتان وَغُفِرَ لِمَنْ لَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ مِنْ أُمَّتِهِ شَيْئًا فقوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إخبارٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقوله والمؤمنون عطفٌ على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أخبر عن الجميع بقوله كلٌ أي الرسول وأتباعه وهم المؤمنون كلٌ آمن بالله وملائكته وكُتُبِه ورُسُلِه ورُسُلِه لا نُفرِّق بين أحدٍ من رُسُلِه فالمؤمنون يؤمنون بأن الله واحدٌ أحد فردٌ صمد لا إله غيره ولا رب سواه ويصدِّقون بجميع الأنبياء والرُسل والكُتُب المُنزَّلة من السماء على عباد الله المرسلين لا يُفرِّقون بين أحدٍ منهم فيُؤمنون ببعضهم ويكفرون ببعضهم بل يُؤمنون بالكل الرسول المُرسل والكتاب المُنزل وهنا فائدة يا أخواني قال الله عز وجل لا نُفرِّق بين أحدٍ قولهم لا نُفرِّق بين أحدٍ من رُسُلِه هنا يسميها أهل العلم إظهارٌ في موضع الإضمار السياق يقتضي أن يقول كلٌّ آمن بالله وملائكته وكُتُبه ورُسله لا نُفرِّق بين أحدٍ منهم لا نُفرِّق بين أحدٍ منهم فالتفت هنا من الغيبة إلى التكلم لفائدة الانتباه أي أن التفريق بينهم يُنافي مُقتضى الإيمان بهم وقالوا سمعنا وأطعنا أي سمعنا قولك يا ربنا وفهمناه وقمنا به وامتثلنا العمل بمُقتضاه غُفرانك سؤالٌ للمغفرة والرحمة غُفرانك ربنا روى ابن أبي حاثم عن ابن عباس في قول الله تبارك وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى قوله غُفرانك ربنا قال قد غفرتُ لكم قد غفرتُ لكم وهذا وإن كان موقوفاً على ابن عباس فإن له حُكم الرفع إذ لا مجال للرأي فيه وجاء في الحديث الآخر المرهوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد فعلت نسأل الله من فضله قد فعلت إذا قال العبد وهو يقرأها غُفرانك ربنا وإليك المصير قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قد فعلت وإليك المصير أي المرجع والمآب يوم يقوم الحساب ثم قال الله عز وجل لا يُكلِّفُ الله نفسًا إلا وسعها الوسع هو الطاقة أي لا يُكلِّفُ أحدًا فوق طاقته وهذا من لُطف الله تعالى بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليهم لها ما كسبت من خير وعليها ما اكتسبت من شر وذلك في الأعمال التي تدخل تحت التكليف أما التي لا تدخل تحت التكليف فالله تبارك وتعالى قد لا يُكلِّفُنا ولذلك من قواعد أهل العلم التكليف بما بما يُطاق أما الذي لا يُطاق ولذلك قال الله عز وجل إلا في الكفر يعني حتى أن تُشرك باللقل إلا من أُكرِه وقلبُه مُطمئنٌ بالإيمان من عُرِض على السيف فله أن يتكلم بالكفر لينجو منه لأن هذا تكليفٌ بما لا يُطاق فالله عز وجل لكن بشرط أن يكون القلب مُطمئن فإن الذي أُجيز للإنسان هو الظاهر أما الباطن فيبقى لله تبارك وتعالى ثم قال الله سبحانه وتعالى أو أرشد عباده إلى الله ربنا لا تُآخذنا إن نسينا أي إن تركنا فرضًا على جهة النسيان أو فعلنا حرامًا كذلك أو أخطأنا أي الصواب في العمل جهلًا منا بوجهه الشرعي قال السعدي رحمه الله الفرق بين النسيان والخطأ أن النسيان ذهول القلب عما أُمر به فيتركه نسيانًا والخطأ أن يقصد شيئًا يجوز له قصده ثم يقع فعله ثم يقع فعله على ما لا يجوز له فعله ثم قال الله عز وجل رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا الأصر هو الشيء الثقيل الشاق الشيء الثقيل الشاق أي لا تُكلِّفنا من الأعمال الشاق وهذه مرحلة دون إيش دون المرحلة الأولى التي هي التكليف بما لا يُطاق رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا حَتَّى عَلَى الشَّيء الشَّاق كما شرعته للأمم الماضية قبلنا من الأغلال والآصار التي كانت عليهم ولذلك من رحمة الله بهذه الأمة أن الله وضع عنهم الأصرار إذا تاب المُذنب في بني إسرائيل مش يلزمه القاتل وإذا جاء على بدنه أو ثوبه نجاسة القطع القرص لكن الله وضع برحمته عن هذه الأمة الأصار كما قال الله في الحديث القدسي قد فعلت لما قال المؤمن ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملتهم على الذين من قبلنا قال الله تبارك وتعالى قد فعلت وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به من التكليف والمصائب والبلاء لا تبتلين بما لا قبل لنا به واعفُ عنا أي فيما بيننا وبينك مما تعلمه من تقصيرنا وزللنا واغفر لنا أي فيما بيننا وبين عبادك فلا تظهرهم على مساوينا وأعمالنا القبيحة وارحمنا أي فيما يستقبل فلا توقعنا بتوفيقنا في ذنبٍ آخر فدعوا أن الله يغفر لهم ما سلث وأن يرحمهم فلا يقعوا في الذنب فيما يستقبل ولذلك يُقال إن المذنب يحتاج إلى ثلاثة أشياء أن يعفو الله عنه فيما بينه وبينه وأن يستره عن عباده فلا يفضحه بينهم وأن يعصمه فلا يوقعه في ذنبٍ آخر هذا المذنب يحتاج إلى هذه الثلاثة الأشياء أن الله يعفو عنه وأن يستره وأن يعصمه من الوقوع في الذنب مرةً أخرى وقد جاء في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى قال إيش؟ قد فعلت أنت مولانا أنت ولينا وناصرنا وعليك توكلنا وأنت المستعان ولا حول ولا قوة لنا إلا بك فانصرنا على القوم الكافرين أي الذين جحدوا دينك وأنكروا وحدانيتك ورسالة نبيك وعبدوا غيرك قال السعدي العفو والمغفرة يحصل بهم دفع المكاره والشرور عندما قال الله وعفو عنا واغفر لنا قال السعدي رحمه الله العفو والمغفرة يحصل بهم دفع المكاره والشرور ثم قال الله وارحمنا والرحمة يصلح بها أو يحصل بها صلاح الأمور يحصل بها صلاح الأمور فإذا دعا الإنسان بهذه الشيء فإنه قد دعا بجوامع الكلم ولذلك وراء الإنسان حث النبي صلى الله عليه وسلم على قراءتها كل ليلة فاستشعروا أيها الإخوة حينما تقرؤون هذه الآية هذه المعاني العظيمة التي اجتملت عليها هاتان الآيتان قال الزجاج رحمه الله في خاتمة تفسير لهذه السورة لما ذكر الله ما تشتمل عليه هذه السورة من القصص والأحكام ختمها بتصديق نبيه والمؤمنين يعني خاتمة السورة مناسبة لمضمونها فلما ذكر الله عز وجل ما تشتمل عليه هذه السورة من القصص والأحكام ختمها بتصديق نبيه والمؤمنين وبهذا نكون بحمد الله تبارك وتعالى قد انتهينا من تفسير سورة البقرة ونبدأ الآن بتفسير سورة آل عمران وهما دائما مقرونان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمهما؟ الزهراء والبقرة وآل عمران البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة تحاجان عن صاحبهما سورة آل عمران سورةٌ مدنية أي نزلت في المدينة والصحيح في ضابط المكي والمدني الهجرة فما نزل قبل الهجرة وضابط الزمان ما نزل قبل الهجرة فهو مكي وما نزل بعد الهجرة فهو مدني وقد نزل وردت عدة روايات تشير في مجملها إلى أن صدر هذه السورة نزلت في محاجة النصارى للنبي صلى الله عليه وسلم في عيسى صدر هذه السورة يقول بعض العلماء إلى بضعٍ وثمانين آية منها إنما نزلت في محاجة النصارى للنبي صلى الله عليه وسلم في أمر عيسى وسيمر علينا إن شاء الله في هذه المجالس الثلاث الباقية هذه القضية مؤصلة وهناك تناسع فإن أول سورة البقرة هو تقريباً من الوجه الرابع وأخذ شيئاً كبيراً منها نزل في محاجة اليهود عندما يا بني إسرائيل يا مبني إسرائيل فبين المحاجتين ترابط في البقرة كانت تركيز على اليهود وبيان بطلان اعتقادهم وعقائدهم وفي آل عمران كانت تركيز على النصارى افتتح الله عز وجل هذه السورة بقوله ألف لام ميم ألف لام ميم وقد تقدم افتتاح سورة البقرة بهذه الحروف المقطعة وأكيد أن الشيخ محمد قد تكلم عنها لكن أشير إلى عبارة جميلة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال هذه الحروف المقطعة ليس لها معنى ليس لها معنى وهذا هو الصحيح لكن يقول الشيخ لكن لها مغزى لكن لها مغزى وهو التحدي الله إنما تحدى قريش الذين اشتهروا بالفصاحة والبلاغة بماذا؟ بالقرآن وتحداه من يأتوه بسورة مثلة فكأنه يقول لهم أنتم عجزتم والتحدي حصل أوله في إيش في مكة وهذه السورة مدنية كأنه يقول إن الذي تحديتكم به وعجزتم عن الإتيان بمثله وأنتم أهل الفصاحة والبلاغة مؤلف من مثل هذه الحروف ألف لا أم ولذلك لا يأتي تأتي هذه الحروف في غالبها السور إلا ويأتي بعدها ذكر ماذا؟ القرآن وهناك بعض السور لم يذكر القرآن بعد الحروف المقطعة مباشرة مثل سورة مريم سورة الروم وسورة العنكبوت لكن لما تأملنا وجدنا أن القرآن قد ذكر في أثنائها ولذلك هذا المغزى صحيح هذا المغزى صحيح ثم قال الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقد تقدم تفسير هذه الآية في آية الكرسي فلا نعيدها لكن نشير إليها إجمالا ومعنى الله لا إله إلا هو إخبارٌ بأنه المتفرد بالإلهية لجميع الخلق الحي القيوم الحي في نفسه الذي لا يموت أبداً المقيم لغيره ليس حياً في نفسه فقط بل حي في نفسه ومقيمٌ لغيره سبحانه وتعالى ثم قال الله تبارك وتعالى نزَّل عليك الكتاب بالحق وقوله نزَّل ردٌ على المعتزلة ردٌ على من يقول أن القرآن مخلوق المعتزلة وغيرهم لكن اشتهروا من؟ المعتزلة هم الذين فتنوا الإمام أحمد رحمه الله في وقته لما أقنعوا المأمون الخليفة العباسي بأن القرآن مخلوق ولا يقنعه بس وقالوا امتحن الناس اعرضهم من قال أن القرآن منزَّل غير مخلوق فعذِّبه السجن فما ثبت إلا من الإمام أحمد رحمه الله ومحمد بن نوح محمد بن نوح مات في السجن والإمام أحمد رحمه الله ثبت ثبوت الجبال الراسيات حتى إنهم أتوا إلى علي بن المديني رحمه الله وقالوا له لماذا لم تثبت مثل ما ثبت أحمد بن حنب شيخ البخاري شوفوا شوفوا العلماء قالوا هل تقارنوني بالإمام أحمد ذاك إمام إكراما للمنزلة التي أنزله الله عز وجل إياها فحافظ الله عز وجل هذه العقيدة بثبات الإمام أحمد حتى توفي المأمون وأتى بعده الخليفة الآخر وانتصر لرأي الإمام أحمد رحمه الله وترك امتحان الناس لكن القرآن صريح يقول نزل عليك الكتاب ولم يقول إيش خالق نزل عليك الكتاب بالحق وعبر بكلمة نزل لأن القرآن نزل منجما ثم نزل منجما أي مفرقا بخلاف الكتب السماوية فإنها قد أنزلت جملة كما قال الله عز وجل وقالوا لو لا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك أي كما نزلت بقية الكتب قال الله عز وجل لنثبت به فؤادك وقد ثبت عن ابن عباس في الحديث المرفوع حكما أن القرآن أنزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا لكنه إنزال من ماذا من مكتوب إلى مكتوب أما النزول الذي يعنيه القرآن هنا فهو نزول الوحي وهو أن الله تكلم به حقيقة نزل عليك الكتاب بالحق أي نزل عليك القرآن يا محمد بالحق أي لا شك فيه ولا ريب بل هو منزل من عند الله كما قال الله في أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب هتان السورتان فيهما تناسب مُصدِّقاً لما بين يديه الذي بين يديه ما هو الكتب السماوية الكتب المنزل قبله من السماع على عباد الله الأنبياء فهي تصدِّقه بما أخبرت به وبشَّرت في قديم الزمان وهو يُصدِّقها لأنه طابق ما أخبرت به وبشَّرت من الوعد من الله بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن العظيم عليه ثم قال الله سبحانه وتعالى وأنزل التوراة أي على موسى بن عمران والإنجيل أي على عيسى وهذه كلها توطئة لماذا؟ للرد على النصارى كما سيأتي من قبل أي من قبل هذا القرآن أنزل التوراة وأنزل النجيل هُدًا للناس أي في زمانهما أي في زمانهما ثم قال الله عز وجل وأنزل الفرقان وأنزل الفرقان ما هو الفرقان؟ قولان لأهل العلم القول الأول كما تفضلتم القرآن والقول الثاني أنه مصدر مُطلق الفرقان يشمل القرآن ويدخل فيه أخواني الحُجج والبيّنات والدلائل الواضحات سواء أدلة حسية أم معنوية فكل ما كان فرقاناً بين الهدى والظلال والحق والباطل والغي والرشاد فهو فرقان وهذا هو الصحيح الصحيح أن المراد بالفرقان هنا هو ماذا؟ العموم ويدخل فيه القرآن والتوراة والإنجيل لأن القرآن قد ذكر قبل فلا يُعاد ذكر قبل فلا يُكرَّر وقلنا أن المعنى إذا كان إيش القاعدة التفسيرية التي ذكرناها إذا بني على التأسيس أولى منه فإذا فأسرنا هذا القول بأنه الفرقان بمعنىه العام كل دلائل واضحات وبينات سواء وآيات حسية أو معنوية ولذلك سمَّ الله عز وجل غزوة بدر ماذا؟ الفرقان يوم الفرقان ها؟ طيب إن الذين كفروا بآيات الله أي جحدوا بها وأنكروها وردوها بالباطل لهم عذابٌ شديد أي يوم القيامة والله عزيز أي منيع الجناب عظيم السلطان ذو انتقام أي ممن كذَّب بآياته وخالف رسله الكرام وأنبياءه العظام ثم قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وهذه الآية قرَّرها الله عز وجل في كتابه في مواضع كثيرة كما قال في سورة طه طه ما أنزلنا عليك القرآن أن يتشقى إلا تذكرةً لمن يخشى تنزيلاً ممن خلق الأرض والسماوات العلاء الرحمن على العرش السوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى من السر الله تبارك وتعالى قال إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض في السماء أين الذين يستترون يظنون أن الله سبحانه وتعالى لا يراهم الذين يذنبون بالليل والنهار أيظنون أن الباري لا يراهم ولذلك العلماء قالوا إذا أردت أن تعص الله فتذكر رؤية الله ولا تجعل الله أهون الناظرين إليك فالله لا تخفى عليه خافي يعلم دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل لا يخفى عليه شيء من ذلك ثم قال سبحانه هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء كيف يشاء ها أن يخلقكم في الأرحام كما يشاء من ذكر وأنثى وحسن وقبيح وشقي وسعيد لا إله إلا العزيز الحكيم أي هو الذي خلق وهو المستحق للإلهية وحده لا شريك له وهذه الآية يا أخواني فيها تعريض بل تصريح بأن عيسى عبد مخلوق مصور في الأرحام يا من تدعون ألوهية عيسى عليه السلام كما أخبر الله شوفها الآن بدأ يمهد لهذه القضية هو الذي يصوركم في الأرحام تصريح بأن عيسى عليه السلام صور في الأرحام صور في الأرحام وإن جعله الله آية حيث أتى بلا أب كما سيأتين إن شاء الله فعيسى صوره الله في الرحم خلقا كسائر البشر فكيف يكون إلها كما زعمتم وقد تقلب في الأحشاء وتنقل من حال إلى حال كما قال الله سبحانه يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث في ظلمات ثلاث ثم قال الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب الكتاب هنا القرآن فيه منه آيات محكمات هن أم الكتاب يقول الله تبارك وتعالى إن الله أنزل القرآن منه آيات محكمات هن أم الكتاب أي أصله فالأصل في القرآن ما هو الإحكام ولا التشابه الإحكام لأنه قال هن أم الكتاب وأخر متشابهات وأخر متشابهات إذن الحق ماذا نعمل في المتشابه أن نرده إلى أصله كما قال الله هن أم الكتاب أي إيش أي أصله فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منه وحكم محكمه على متشابه عنده فقد اهتدى ومن عكس عكس ولهذا قال هن أم الكتاب وأخر متشابهات أي تحتمل دلالتها موافقة المحكم وقد تحتمل شيئا آخر من حيث اللفظ والتركيب لا من حيث المراد وهذه فائدة الإحكام والتشابه ورد في القرآن أيها الإخوة على ثلاثة معان أولا الإحكام العام الذي وصف القرآن به كله كما قال الله سبحانه وتعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت ألف ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم ومعناه هنا أي الإتقان والجود في ألفاظه ومعانيه طي المعنى الثاني التشابه العام التشابه العام الذي وصف به القرآن كذلك الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابه ومعنى متشابه هنا أن يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة وهذا هو الجمع بين هذه الآيات ثم عندنا الإحكام الخاص بعضه والإحكام والتشابه الخاص بعضه ودل عليه هذه الآية الذي قال الله عز وجل منه آيات محكمات وأخر متشابهات والتشابه يا أخواني نوعان مطلق ونسبي فهناك تشابه أشياء في القرآن لا يمكن معرفتها ليس معرفة معناها وإنما معرفة كيفية مثل صفات الله مثل وقت قيام الساعة وهناك تشابه النسبي يخفى على بعض ويتضح لآخرين أظن المسألة الآن واضحة يا أخواني في قضية الإحكام والتشابه لأنها مهمة جدًا الله تبارك وتعالى قال فأما الذين في قلوبهم مرض قسم الناس تجاه المحكم المتشابه إلى قسمين من في قلبه مرض موقفه من التشابه ماذا هيا أخواني يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله أما الفريق الآخر يقولون آمنا به كل من عند ربنا المتشابه والمحكم المتشابه من عند ربنا والمحكم من عند ربنا نؤمن بالمتشابه ونحمله على إيش على المحكم لا نحمل المحكم على متشابه مثل إيش الذين كما قلنا في الدرس الماضي لما أتوا إلى قول الله تبارك وتعالى تكون ربا أضعاف مضاعفة قالوا يجوز إلى الضعف ما هذا متشابه اللي هو إيش مرحل من مراحل تحريم الربا احمله على المحكم تقول الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين وقد اختلف العلماء في معنى المحكم والمتشابه هنا على أقوال وعبارات كثيرة منهم من قال المحكمات ناسخه وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه ومنهم من قال المحكمات في قوله تعالى قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم والآيتان بعدها وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وأما المتشابهات فقالوا إنهن المنسوخة والمقدم والمؤخر والأمثال والأقسام وما يؤمن به ولا يعمل به ومنهم من قال الحروف المقطعة في أوائل السور وكل ما ذكره السلف هنا هو مثال للمحكم ومثال للمتشابه فكل ما كان متشابها واشتبه سواء كان تشابها مطلقا أو تشابها نفسيا فإنه يحمل على هذه الآية لا نضرب القرآن بعضه ببعض وإنما نجمع بين نؤمن إيمانا قاطعا أنه لا تعارض بين آي القرآن ولا بين القرآن والسنة وإذا ما وجد ما ظاهره التعارض فلابد أن يكون هناك طريق للجمع ولذلك قال عالم الحلماء أتحدى أن يأتي أحد بآية تعارض آية أخرى إلا وأجمع له بينهما ليش يا أخواني نؤمن بهذه القضية ونجزم بها لأن الكل وحي من الله والله أعلم بما نزل سبحانه وتعالى قال ابن كثير رحمه الله أحسن ما قيل في المحكم والمتشابه ما نص عليه محمد إسحاق حيث قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب فيهن حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل ليس لهن تصريف ولا تحريف عما وضع عليه قال والمتشابهات في الصدق لهن تصريف وتحريف وتأويل ابتلى الله فيهن العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام ألا يصرفن إلى الباطل ولا يحرفن عن الحق إذن لو قال إنسان يا أخوان لماذا لم يأتي القرآن كله محكم قلنا ماذا كما الله جعل حلالا وحراما ليميز المؤمن المصدق والذي يتبع والذي لا يتبع فالله تبارك وتعالى جعل ذلك امتحانا لعباده ولذلك وقع في الزيغ كثير من الناس وقع في الزيغ كثير من الناس كما قالت عائشة رضي الله عنها قرأ رسوله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب إلى آخر الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله فاحذروهم فهم الذين عن الله فاحذروهم ولذلك وقعت يا أخواني بدأت فرق البدع وأول بدعة حصلت في الإسلام هي بدعة الخوارج الذين رأوا آيات كثيرة فيها التخليد في النار فحكموا على كل مرتكب للكبيرة بأنه كافر ورتبوا على هذا الكفر الخلود في النار ولم ينظروا إلى آيات الرحمة رحمة الله تبارك وتعالى وإلى أحاديث الشفاعة فأخذوا جزءاً وتركوا جزءاً وهذا هو اتباع المتشابه اتباع المتشابه الذي حذر منه القرآن وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتت فترة القدرية ثم المعتزلة ثم الجهمية وهكذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة ولهذا قال الله فأما الذين في قلوبهم زيغٌ أي ظلالٌ وخروجٌ عن الحق للباطل فيتبعون ما تشابه منه أي إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلونهم لإحتمال لفظه لما يصرفونه فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه لأنه دامغٌ لهم وحجةٌ عليهم ولهذا قال تعالى ابتغاء الفتنة أي الإضلال لأتباعهم من الأمثلة ليش الله ذكر هذا لأن النصارى احتجوا بأن عيسى هو الله في قول الله عز وجل رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وتركوا الاحتجاج بالمحكم إن هو إلا عبدٌ أنعمنا عليه وغيرها من الآيات طي ثم قال الله سبحانه وتعالى يا أخواني وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون أمنا اختلف العلماء يا أخواني في الوقف هنا القول الأول قالوا إن الوقف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله ويقفون ثم يقولون والراسخون في العلم يقولون آمنا وقال بهذا ابن عباس طي القول الثاني وقفوا عند قول الله تبارك تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم وقفوا هنا ثم يقولون آمنا ما الفرق بين القولين أن الذين يعلمون تأويل القرآن الله والراسخون في العلم وقال ابن عباس أيضا أنا من الذين يعلمون تأويله لأن نبه سلم دعاله قال الله مفقه في الدين وعلمه التأويل وعلمه التأويل طيب ما الجمع بين القولين ابن عباس نفسه مرة يقول يقف عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله ومرة أخرى يقول أنا من الذين يعلمون تأويله ما الجمع بين القولين كلا القولين المأثورين عن السلف صحيح ليش لا مرتبط لا لا ليس قول صحابي مرتبط بمعنى التأويل التأويل يا أخواني عند السلف يطلق ويراد به إما التفسير وإما ما يأول إليه الأمر وحقيقة الشيء وما يأول إليه كما قرر ذلك الشيخ الإسلام فمن قال وما يعلم تأويله أي تفسيره أراد التأويل هنا بمعنى التفسير فإنه ماذا لا يصل وما يعلم تأويله إلا الله والرسخون في العلم والذي جاء في باله أن التأويل هنا بمعنى حقيقة الشيء وما يأول إليه وقف لأن الذي لا يعلم متى تقوم الساعة الذي يعلم متى تقوم الساعة وحقائق صفة الله والأشياء الموجودة في القرآن التي لا يعلم حقائقها وما تأول إليه يقف فإذن يا أخواني من وقف على وما يعلم تأويله إلا الله صحيح لكن لا بد أن يستظهر أنه يريد بالمعنى ماذا حقيقة الشيء ومن وصل صحيح لكن يعرف أنه أراد بالتأويل التفسير ولذلك الواو هنا إما أن تكون عاطفة وذلك إذا كانت تأويل بمعنى التفسير وإما أن تكون استئنافية إذا كانت تأويل بمعنى حقيقة الشيء وما يأول إليه مثل قول الله عز وجل هل ينظرون إلا تأويله يوماتي يأتي تأويله أي حقيقة ما أمروا به من أمر المعاد يقولون آمننا به أي منتشابه كل من عند ربنا أي الجميع من المحكم ومتشابه حق وصدق وكل واحد منهم يصدق الآخر ويشهد له لأن جميعا من عند الله وما يذكر إلا أولو الألباب وما يذكر إلا أولو الألباب أي أولو العقول السليمة والفهوم المستقيمة أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم ومبارك على نبينا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخف هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة